مارتين كوبلر الدبلوماسي الألماني الذي يعمل حالياً رئيساً لبعثة حفظ السلام للأمم المتحدة في الكونغو ولد كوبلر عام 1953 ودرس القانون في جامعة بون الألمانية لكوبلر إنجازات عديدة في الملفات السياسية من أبرزها سعيه لإجراء انتخابات سلمية وشفافة ونزيها في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2016 وسعى كوبلر أيضاً إلى وضع حد لهجمات المتمردين في الكونغو خاصة أولئك الذين يتسللون من جمهورية رواندا المجاورة خدم كوبلر أيضاً كمبعوث للأمم المتحدة في العراق بين عامي 2011 و2013 ومنذ عامي 2010 وحتى 2011 شغل كوبلر منصب نائب الممثل الخاص للمنظمة الدولية في أفغانستان ويعد كوبلر من رجال السياسة المعروفين في بلاده إذ شغل بين عامي 2003 منصب مدير مكتب وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فشر وقبل ذلك كان كوبلر نائباً لرئيس البعثة الألمانية لفريق المهمات في منطقة البلقان وإلى جانب إنجازاته ومناصبه السياسية المتعددة يجيد كوبلر بطلاقة لغات عدة بجانب الألمانية لغته الأم كالعربية والإنجليزية والفرنسية والأندونيسية